اجمع المختصون والخبراء أن النصف الأول من سنة 2022 ستكون من دون سيارات جديدة وذلك بعد طماطل وزارة الصناعة في توزيع الرخص النهائية على الوكلة للشراف الاستيراد وفي هذا الإطار أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلكين أن عملية استيراد السيارات تستغرق على الأقل تقدير وفي ظروف عادية خمسة أشهر وهذا ما يجعل دخول السيارات الجديدة لن يكون قبل شهر سبتمبر المقبل وفي نفس السياق انتقد رئيس جمعية وكلاء السيارات متعدد العلامات سيد يوسف نباش تماطل وزارة الصناعة في دراسة ملفات الوكلة وتوزيع الرخص النهائية مؤكدا أن النصف الأول من سنة 2022 سيكون سنة بيضاء بلا سيارات جديدة وفي نفس الاتجاه قال عبد الرحمن عشايب ورئيس مجمع السيقوم أن دخول أول سيارة إلى الجزائر سيكون خلال السوداس الثاني من سنة 2022 بسبب استغراق مدة الاستيراد حتى ستة أشهر صحف توركم سلام